مستر موسيماني ده راجل ما عملش حاجة وراجل ما ينفعش للأهلي ولازم انت غيروه هل كان رأيه قبل كده في موسيماني نفس الرأي ده ولا نسمعه ومفكره احنا مقصين يجيبوا لنا مدرب كويس احنا كنا عايزين يجيبوا مدرب يعني اي كلام كده وكنا ننبسط السنة الجاية لا اول تاريخ الكوتش نفسه والراجل ده الكوتش ده كوتش كويس ويعني ليه ايادي بيضاء الاهلي والزمالي قبل كده المدينة والجمهورية والعالم العربي والعالم كله انتهاء الماراثون بتاع افريقيا وفوز النادي الاهلي ببطولة افريقيا وطبعا الاتنين المدربين النهاردة كانوا المفروض يعملوا مجهود كبير علشان الغيابات بسبب الاصابة او بسبب الكورونا بس انا رأيي انه البطل النهاردة في الاهلي هو موسيماني موسيماني فاهم لعبته وعارف ازاي يغطي النقص اللي موجود كابتن موسيماني مدرب الاهلي بيقول عليها ايه انا قلت لهم ادوهم الدربة القادية هو ببواف برا واقول ما قلوهم الدربة القادية فيروحوا كاسبانين الاهلي بيعمل كت يعني انا برضو دي من الحاجات اللي جننتني يعني لكن كابتن موسيماني مدرب الاهلي شيء عظيم مدرب محترم كابتن موسيماني مدرب عظيم مدرب محترم وجنن الاستاذ عمر قديب مش بقولك جرابها ما نفعتش يعني انا مش عارف وانتا شايفه ايه وبعدين على اي حال شكرا عن نصيحة التي بدوري اهديها اليك بس انا عايزة والحاجة للأستاذ عام اتأكد ان الاهلي في اللي جاي اللي حيبقى لا سلحفة ولا ارنب حيبقى الاهلي ولا ارنب ده حيبقى حاجة تانية خانص استاذ حاسم السكاوي واحد من النقاط المهمين اللي قالوا رأيه ايضا في بيت شموسيمن